في وضية غير إنسانية وكارثية يعيشها عم حمدان صاحب السبعين عاما داخل هذه الغرفة منذ سنوات طويلة هنا بولاية سكيكدا والتي لا تزيد مساحتها عن أربعة أمتار لا تصلح حتى لوضع الخردوات ولكن ما يخبئه قلب عم حمدان كان أسوأ نعمل السبعين الساعة وانا عايزي معك لا نشبعنا مروحنا بخوي لا نشبعنا مروحنا كنا بجيشة الموت حرم نخلق نروحي عك كنا بجيش زي معك ونزيد الموت كثيرا نخلق نروحي عك مش عيشة ولا عيشة ظروف قاسية أجبرت عم حمدان على العيش وحيدا بعدما تخلت عنه عائلته وحولت حياته إلى جحيم وأصبح يسارع من أجل لقمة عيش يسد بهجوعه عم حمدان يناشد السلطات المحلية والولائية بسكيكتا ويطالب بالتكفل بحالته السحية ومساعدته في الحصول على سكن لائق